البشرة الدهنية وهي دي أكثر أنواع البشرة اللي فيها مشاكل نقدر نقول؟ بصي وكل بشرة ليها ميزاتها وعيوبها يعني عشان مش عاوزين برضو إيه الناس تحبط لما اللي عندهم بشرة دهنية وفيها حبوب لأ طبعا ربنا سبحانه وتعالى خلق كل بشرة كل نوع بشرة ليه ميزاته وليعيوبه طيب الجفة البشرة بسها الدهنية ميزاتها نية ما بتجعتش بسرعة نية بشرة ما بيحصلتش فيها عجز بسرعة طبعا يعني فيه ناس بتسرق ألفات عشان تحافظ على شهاب بشرتها فالبشرة الدهنية أكتر بشرة برضو بتتحمل حاجات كتيرة جدا لأن طبعا بتبقى بشرة أفوى من البشرات التانية البشرة مثلا الجفة العكس بقى تماما غسيل البشرة الجفة مثلا برضو أنا بصي أولا سابون تجليسين دي عاوز أعممها في كل أنواع البشرة دي عامة طبعا الجليسين هو حاجة متوازنة جدا ورخيصة مش غالي عشان ما تجريش على الناس الحاجات اللي رخيصة جدا ومتوفرة ومش عاوز أي فيه أنواع جليسين بيبقى فيها مواد عطرية احنا مش عاوزين اللي بنعنيع أو مش عاوزين مش عاوزين المواد العطرية اللي داخلها في الصبون لأن المواد عطرية عافة كأنك مثلا جايبة برفنات وبترش على البشرة دي الفكرة فليها ضرر طيب بالنسبة للمية الورد فعلا الناس اللي حتى في شنطتها مية ورد وقطنة وتقعد مية الورد من الحاجات الرائعة طبعا دايما بشجع عليها جدا هي بتلطف البشرة وطبعا هي حاجة طبعية بس أهم حاجة أننا المزة يعني عارفة مية الورد تكون فعلا مية ورد طبعية ما تكونش مصنعة وعليها مواد مضافة أو كلام من دا ترجمة نانسي قنقر